الاختيارات 27 لعب يعني البعض انتقد هو انضم بالمناسبة ياسر إبراهيم بدل أسامة جلال علشان اتصاب ومهند لاشين بدل من كوكا أحمد نبي الكوكا برضو للإصابة بتشوف حرارتك أن الاختيارات منطقية ولا في بعض الاختيارات انت شايف حرارتك ما كانش يجب أنها يكون موجودة أو بعض اللاعبين لازم يكونوا موجودين عندك القيمة وعندك المستبعدين من الخمسة وخمسين برضو في الصفحة اللي وراها والله الحقيقة أنا شايف يعني في الأول وآخر لازم نحترم اخترارات فيتوريا لأن هو المدرب هو اللي بيختار وعارف كواس قوي مين يعني أعتقد هو الأجدر يعني مش الأجدر الأجدر منه يتنظره لأن هي وجهات نظر وفي نفس الوقت لو احنا تكلمنا لو جبنا عشرة يتكلموا على اخترارات فيتوريا مش هتلاقي العشرة مجتمعين على الاخترارات إلا اللهم إلا في أسماء معينة يعني فأنا شايف أن فيتوريا هو أكتر واحد عارف كواس قوي هو يحتاج مين لأن كنت لما تيجي تبني قايمة هتلعب بها بطولة أفريقيا بتبني بتحط التشكيل بتاعك وبعد كيها بتحط البديل الأول والبديل الثاني والبديل الثالث فهو اختلاف الناس في الاختيار هو على البديل الثالث نعم مش البديل الثاني أو البديل الأول فأنا شايف أن البديل الثالث ده بيقاليه حسابات معينة يعني على سبيل المثال لو مش هنا مركز مركز يعني أنا شايف أن صبحي مثلا محمد صبحي هو بديل الثالث أو الرابع المستقبلي فهو قال لك مثلا ممكن يكتسب خبرات معينة ممكن أنه حدث مرمى صغير في السن وعنده قناعات معينة هو مش هيلعب ولا هو هيلعب رقم واحد ولا اثنين ولا تلاتة فبالتالي يبقى موجود معايا وفي نفس الوقت كمان المهمة أو البديل الثالث أو الرابع ده ما يكونش عنده يعني يعمل أزمة ويعمل كلام جوه وجوه المنتخب يعني بيكون عارف كواس أو أنه هو بديل الثالث أو الرابع فما عندهش مشكلة وأكيد فيه لعيبة اختارها مش هيبقى لها دور كبير أوه في النظر يعني محمد صبحي رايع على أساس أنه هو ما يعملش برضو مشاكل لو استبعده لأن فيه أربع لعيبة هيكونوا بره يعني القيمة اللي هي خصة بالمشاكل بس أنا شايف في البركس حرس المرمى الحقيقة بمنتهى الأمانة ما تقوليش مكان مين بس أنا شايف أن عوات كان لازم يكون موجود محمد عوات مكان مين عارف انت هتقولي وده لا مكان مين ما عرفش هل هو بقى مكان أحمد شناو مكان أبو جبل بس أنا شايف أن أبو جبل رصيده الدولي مع متخب مصر يسمح له يكون موجود مع بطولة أفرقية فهي النقطة كلها أن عوات قدى بشكل كويس جدا جدا مش هيلعبه رقم واحد ومش هيبقى رقم اتنين فأعتقد أن هو يقدر يكون موجود رقم ثلاثة في المتخب على الأقل تقدير يعني حتى لو هياخد اتنين مستمالك عادي بيحصل يعني يعني مفيش مشكلة أن تاخد محمد صبحي لقناعتك فيه أن هو حارس مرمى ممكن يصلح المستقبلا للمنتخب مصر أو أن أنت محمد عواد نفس الموضوع حارس مرمى مويس جدا أدى بشكل كويس جدا مع زمالك في فترة الفاتح كابتن نادري يعني أحمد شناوي في فترة من الفترات الجميع كان أتوقع لي أن هو يكون الحارس الأول لمنتخب مصر كان متقلق بشكل كبير لدرجة أن يعني كنا بنقول أن يعني هو اللي هيبقى خليفة عصام الحضري ثم تراجع بشكل كبير ودلوقتي برضو المستوى مستوى مع بيرامد مستوى مش مقنع بشكل كبير رغم أنه عنده إمكانيات كبيرة فإيه الأسبابها كابتن نادري بص أنا دايما وأعتقد إحنا تكلمنا مع بعض قبل كده وطلعت معاه في البنامج أحمد شناوي لغاية النهاردة أداءه لا يتناسب أبدا مع قدراته وزي ما حكيت لك قبل كده أو شرحت لك أن اللاعب دايما إمكانيات ثم أداء هل الأداء بيتناسب مع قدراته ولا لا فلا الأداء أقل بكتير جدا من قدرات قدرات شناوي الفنية والبدنية عالية جدا 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 أعلى بكتير جدا من الأداء يعني الإنتاج بتاعه أقل من إمكانياته راجع لإيه بقى راجع هل ممكن لتركيزه لنواحي نفسية للطموح بتاعه للدوافع اللي موجودة عنده ما هو اللاعب عبارة عن قدرات بدنية وفنية ونفسية أو ذهنية شخصية